موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله إن من قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا وسطا في كل شيء حتى في الفضائل والأعمال قال رب العزة تبارك وتعالى في محكم التنزيل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إن مما يرى الناس واعتادوا عليه في شهر رمضان المبارك الإسراف والتبدير في المأكل والمشرب والملبس فالكل أيها الأحبة في شهر رمضان يسعى إلى أن تكون مأدبة الإفطار عليها الأصناف المتعددة ورب العزة تبارك وتعالى قال وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحَبُّ الْمُسْرِفِينَ فرب العزة تبارك وتعالى أراد منا أن لا نقتصد ذاك الاقتصاد الذي يوصل بنا إلى البخلي وأن لا نسرف فنكون كالمبذرين فقال وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحَبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فلذلك أحبتي في الله يجب على المسلم في رمضان وفي غير رمضان أن يكون معتدلا في طعامه وشرابه وملبسه وأن لا يسرف وأن لا يقتر كذلك على عائلته على عكس الإسراف النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وارضاها لما دعاها عروة ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقول دعوت أمنا عائشة لإفطار فجعلت أقدم قصعة وأرفع أخرى حتى وضعت بين يديها أصناف متعددة يقول عروة رضي الله عنه وارضاه يقول فنظرت إلى أمنا عائشة فإذا هي قد التفتت إلى الحائط وبدأت تبكي فقلت لها يا أماه والله أردت أن أسعدك وأن أكرمك فقالت رضي الله عنها وارضاها الصديقة بالتصديق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يطلب أي شيء من رب العزة تبارك وتعالى ويتحقق له ولكن الله عز وجل أراد أن يكون أراده أن يكون قدوة للناس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير تقول أم المؤمنين عائشة في تتمة الحديث وَلَقَدْ كَانَ يَمُرُّ بِنَا هِلَالٌ وَهِلَالٌ وَهِلَالٌ لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار فقال يا أمه على ماذا كنتم تقتاتون فقالت رضي الله عنها وأرضاها على الأسودين أي التمر والماء كانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء أشهر ثلاثة أشهر لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار أي ليس هناك طبخ أيها الأحبة ونحن في شهر رمضان المبارك وكما سمعت من الإخوة الذين يعملون في الأمانة يقولون وهذا ليس عندنا فحسب بل في كل الأمصار الإسلامية أن الفضلات الأطعمة والأشربة تتكاسر في رمضان ثلاثة أضعاف عن بقية الأشهر لماذا أيها الأحبة لماذا هذا الإصراف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإصراف حتى في الوضوء حتى في ماء الوضوء لما قال للصحابي لا تسرف ولو كنت على نهر جار فلذلك أيها الأحباب والكرام هذه النعم سوف نسأل عنها يوم القيامة إذا كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج في ظهيرة شديدة الحرارة ولقي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كذلك خرج في حر شديد في ظهيرة شديدة الحرارة قال من الذي أخرجك يا أبو؟ قال أخرجني الجوع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذي أخرجك أخرجني فدخل إلى بستان أحد الصحابة فقدم لهم عثق من التمر فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكل التميرات قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنسأل عن هذه التميرات عن هذا النعيم يوم القيامة فما بالنا نحن أيها الأحباب الكرام همنا الأكبر أم ماذا يقدم لنا في شهر رمضان ماذا يعد لنا في إفطار شهر رمضان وكأن شهر رمضان مبارك فقط للأطعمة والأشربة وكذلك الاستعداد للعيد بالألبسة إذن أيها الأحباب الكرام لا بد للمسلم أن ينتبه وأن يعي بأن لا يكفر بالنعمة لأن الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإنكم من كفران النعمة أن يجحد العبد نعمة الله عز وجل عليه ويتمنى أن يضع على مأدبة الإفطار أكثر مما أعد بل ويعترض على أهل بيته ماذا أعدوا في طعام الإفطار إذن أيها الأحباب الكرام لا بد للمسلم أن ينتبه إلى هذه المصيبة إلى هذه العلة التي يقع فيها كثير من الناس حيث أنهم يجعلون شهر رمضان فقط شهر الأطعمة والأشربة وينسون أمر الطاعة والعبادة وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة